أن نخرج 12 ألف أسر من الفقر في كل عام نستطيع وبكل سهولة نستطيع أنا والله أشكركم مرة أخرى على حضوركم وشاركتكم لهذا التدشين وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله ودعو الدكتور عوض الجاز رئيس مجلس الجامعة فلتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين ما كنت حسبني متحدثا لكن على المناخ دفع لذلك الأخ الوالي وأسرة ولاية الخرطوم والأخ المدير وأسرة جامعة السودان والإخوة في التمويل الأصغر وفي المصارف على راسة منك الأسرة أبنائي وبنات الطلاب الحضور السلام عليكم ورحمة الله أجمعين وأبنائي وبناتي في وسائط الإعلام التي هي الآزان التي سسمع والمواعين التي تنقل وعل الكلام اليوم أكثر مباشرة نحو المطلوب وسخن الحديث مسؤول شؤون الطلاب وعمل حديث بغضعيات قوية وبتحديات ظاهرة وعله تبع أيضا مدير الجامعة على نفس النسق وأهل المال تحدثوا وأهل الولاية أيضا تحدثوا وما أفتكر هناك من غياب إذا كان المال وأصحاب العلم والخبرة وأصحاب الاحتضان لهذا الانتاج ما أفتكر في جهة غيبة أخي السيد المدير والأخ الوالي هذا مكان للامتحان والاختبار ولذلك لا بد يكون الكلام مربوط بالمواقيد الكلام المفتوح على الهواء من غير حدود بيبقى بعد ذلك ما في جاء مجال أنك تقبض هذا الحديث ولذلك طالما جينا جينا لقبض الألسن والأيدي والنفذ وبيننا عام 2015 وسنتحدث مع إدارة الجامعة في ميزانية الجامعة وعلى يكون في ذلك أيضا فم للتنافس لأبناء الطلاب في هذا الانتاج وعلى الجامعة طلبت من ولاية الخرطوم فقط أن تمتح لها منافس في محافظات أن تقدم أنتج في جامعة السودان وصنع في جامعة السودان وأصحاب المال وقفوا والتزموا بأن المال موجود للتمويل فماذا بقي من بعد ذلك إلا النفاذ بيننا وبينكم 2015 الذي إن شاء الله إذا ربنا أحيانا سيبدأ ببطعة أسابيع قليلة وبيننا وبينكم الميدان ما أفتكر في صعوبة على الولاية في محافظات أن تقول هذه منافس خالصة لجامعة السودان قدموا منتجكم فيها أنتج في جامعة السودان وصنعها في جامعة السودان حتى نخفف على أهالين هذه الأزعار المتصاعدة أن يكون من المنتج إلى المستهلك مباشرة والولاية وسيط وما أظن الوالي يعترض ومحافظينه على ذلك هذا تسهيل لأمر يهم المواطن الآن ولذلك إن كان المال حاضر والولاية حاضرة والجامعة حاضرة نحن إن شاء الله نقوم على المشاهدة ونقول للذي أجاد جزاك الله كل الخير أنفعت نفسك وأهلك وبلدك والذي حقيقة أخفق فيما قال من هذه الألسن والكلمات القوية نقول أنت ليس نافعا لنفسك ولا لأهلك في السودان ولذلك فليتنافس المتنافسون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا دكتور عوض حمد الجاز رئيس مجلس الجامعة شرفني كثيرا أن أقدم لكم السيد والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر مرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم وحييكم جميعا أسرة الجامعة وعلى رأسها رئيس مجلس دارتها دكتور عوض الجاز ومديرها وكذلك أسرة التدريس فيها جميعا وإخواني كذلك المسؤولين من الحاضنات وطلاب هذه الجامعة العريقة ووحيي كذلك ضيوفكم الكرام إخواننا في بنك الأسرة وفي هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة ووحييكم وأشكر لكم ننابة أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الأخ وذير الذراعة والأخ معتمد محلية الشرق النيل أشكر لكم هذا الجهد ووحيي معكم ضيوفكم الكرام الأخ الدكتور الصادق محمد علي وذير الدولة في ودارة التنمية البشرية وأحسبوا أنكم الآن وبما تم من حديث وبما رأيناه فإننا بفضل الله تعالى وتوفيقه جميعا نصبوا في الخانة التي تطور قضية التنمية البشرية في هذا البلد إن شاء الله تعالى وجريا على النسق الذي ابتدره الأخ الكريم الدكتور عوض الجاذة الآن ودكتور عوض معروف عنه أنه نحن في الحكومة قاعدين نقول بذول بتاع القطعيات وأول ذول علمنا القطعية هو هذا ما من يقول مقطوعية مقطوعية يعني الذول بيقول بحشب هنا لحد هنا ويلتزم بيها وفي النهاية بيأخذ يوميته دكتور عوض لما بدأنا الشغل ده في بداية الإنغاز شغله معانا كله كان أنت مقطوعيتك شنوك تعمل شنوك من هنا لحد هنا في الشهر وأفلح إدارة الجامعة أنها استخطبت دكتور عوض رئيس المجلس هذه الإدارة والآن هو مسك الكلام ودار يقطعه ذهما يقول قصار قصار ونحن برضو والله ينقطعه قصار قصار وما عندنا أي كلام في الحكاية دي وأنا أشكر للأخ لدكتور عمار أول حاجة ابتدار للمساهمة في هذا العمل مع هذه الجامعة العريقة وابتدار لهذه الشراكة التي بدأت الآن وهو لمسها ونحن لمسناها ونحن نباركها إن شاء الله ونجعل منها إن شاء الله نموذج بإذن الله بين كل محلياتنا وبين الجامعات المختلفة ونأمل أن يتمكن وتتمكن إدارة الجامعة من خلق منافسة شريفة بين هذه الجامعة في محلية شرق النيل وبين المحليات الأخرى والجامعات الأخرى إن شاء الله ولكن طالما كان الحديث عن قضية الحاضنات والحديث كذلك عن الإنتاج والتمويل الأصغر أنا أيضا أحيي الأخ الدكتور بدل الدين رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان والمال اللي بتكلم عنه عبد السميع اللي بتكلم عنه أخونا مدير بنك الأسرة كله جاي من بدل الدين ده في بنك السودان ونحن بجاه الملوك نلوك كلنا ولكن نقول إنه الآن الدولة أقبلت على هذا العمل و رتبت هذا الأمر تشريعا وتنفيذا وتمويلا ما عاد هناك مشكلة في توفير التمويل لمشروعات التمويل الأصغر نحن في الولايات عندنا مؤسسة التنمية الاجتماعية تقوم بهذه الأعمال ولكن لأن وجدنا هذه مربوطة بمشروعات التمويل الأصغر اللي بترتبط بمبالغ محددة وبسقفات محددة سكفى التمويل الأصغر للفرد الواحد لا يتجاوز العشرين ألف جنيه وعنده شروطه لكن نحن بعد ذلك أنشأنا هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة لأننا نعتقد أن هناك مشروعات ثقوفاتها لا بد أن تكون أكثر من ذلك ولذلك الهيئة التي يشرف عليها الآخر دكتور عبد السميع كل البصات الخضراء بشوفها في الشارع بتمويل هذه الهيئة تشتريها وتملكها للناس الآن بأربعة وبخمس سنوات ويسرني أن نعلنها هنا لأن إدارة الجامعة طلبت مننا أربعة بصات نحن وافقنا نديها أربعة بصات بالأقصاد عشان تنقل بها الطلبة والطالبات وبعد أن شوفناه هذا لو دائها أكثر من أربعة من نديها كمان إن شاء الله تعالى هذا أول الغيس وأول الغيس غطرة وهذه الهيئة تقوم الآن بتمليك كل وسائل وسائل التنمية المباشرة في الواقع ولعل من أحدث ما قامت به الآن هو حاضنة الأعمال الهندسية وهي ذا الشقين كما شرح الأخذ دكتور عبد السميع لكنني أرى أن ما رأيناه الآن يوفر أرضية طيبة للتعاون بين إدارة الجامعة وبين هذه الهيئة هذه الهيئة الآن جاهزة في عيادة الاستقلال لتملك مئة مجموعة من خريجي كليات الهندسة لتملك ما اسميناه بالحاضنة الهندسية لتملكم سيارة كاملة بكل الإمكانات الهندسية فيها ولكن القصد منها أن تعين الولاية وغيرها من ولايات السودان المختلفة في تنفيذ شبكات المياه ونحن عندنا مشكلة كما تعلمون في ولاية الخرطوم لأننا نحن بنفتكر أن هذه الهيئة نحن لما إنشأناها عشان تخدم الغرضين عشان تبقى فيها الوين وين سيتيويشن نقدر من خلاله نحلح المشاكلنا ونقدر من خلاله يكسبوا من خلاله والحمد لله الحاضر الأولى نجحت بحوالي ستين من المجموعات كل مجموعة فيها تمانية من المهندسين والمهندسات ونجحت نجاح من قطع النظير لأنها صانت معنا وتكفلت بصيانة معظم شبكات المياه في هذه الولاية نحن عندنا مشكلة بتاع الشبكات لأنها ترى تبقى قديمة رغما عن أن انتاجتنا من المياه كثيرة جدا بفضل الله تعالى وما عندنا مشكلة في مصادر المياه لكن عندنا مشكلة في المواعين البتنجل الموية بتوصلها للناس ولذلك هذه الهيئة الآن تعد العدة عشان تملك حوالي مية في تمانية تمنمية تخريج تملكم هذه الوسائل المتكاملة وأدي جاهزة وعبد السمعدة لسه بيوقع مع ناس فذيرين منها كم عشان نحدد لكم الآن جريا على الكلام القاري دكتور عوضة عشان نورني دكتور عوضة الآن أنه والله نحن برضو برضو قدام ما راجعين لي وراء إن شاء الله تعالى ولذلك الآن يمكن أن يتم اتفاق مع الأخ دكتور عبد السمعي في هيئة المصنعات والعمالة الصغيرة وأنا أطمح حقيقة لأن هذه الجامعة مؤهلة لتقوم بهذا الدور وأعجبني جدا هذا التفكير الذي يربط بين الجامعة والمجتمع والذي يؤهل كذلك خريجيها تؤهل الجامعة من خلالها خريجيها لتحضنهم خلال هذه الفترة نحن نقول للأخ الدكتور مدير الجامعة نحن شركائك في حضانة أبنائك هؤلاء سنتين ثلاثة خمسة زي مدائل إن شاء الله تعالى وسنجتهد إن شاء الله في كافة المجالات والأخ عبد السمعي حمس في أذني قال لي الفرقة التي قدمت هذه الأعمال الناجحة قال لي أنه ممكن أحضينها أنا والله والروح يحضنها كيف وقال لي المستعد أحضينها وأخليهم يطلعوا من هذا العمل الرائع يبسطوا الناس وهن ينبسطوا كمان بالله فأعتقد إنه هذا ممكن إذا كان هذا ممكنا معناه أي حضانة ممكنة لأنه الذول الذي يستطيع أن يحضن بعد ذلك كل الأعمال الأخرى إن شاء الله تعالى ولذلك أنا أعتقد أنه يمكن أن تنشأ شراكة في هذا الإطار وأنا أعتقد أن هذه الشراكة يمكن أن تتم بهذه الكيفية الطلب الذي تقدم به الأخ المدير والأخ المسؤول من الحاضنات نقول أننا يمكن بالشراكة مع مؤسسات أخرى كثيرة في مقدمة بنك الأسرة ومنك الأسرة نحن أكبر شركاء فيه في ولاية القرطوم ومع هيئة تنمية العمال والصناعات الصغيرة يمكن أن نحقق شراكة ممتازة فيما رأيناه الآن خاصة في توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وهذه هي القيمة التي من أجلها نحن أنشأنا لجنة أسميناه لجنة المعاليات الاقتصادية بتحت المثلية الوالي على المستوى الشخصي ويديرها معه الإخوة المعتمدون وعدد من إخوة المذراء وتكفلنا من خلالها أن نعالج قضية ما يسمى بقفة الملاح أشياء رئيسية في قفة الملاح نحن نحاول أن نوفرها لكن بتكلفة الحقيقية بحيث أن ما تبقى فيها مذايدة بحيث أن ما تأثر فيها الأياد الكثيرة بتنتقل من خلالها وما تأثر فيها كذلك عملية العمولات والتكاليفة الأخرى ونحاول أن نوفرها بكلفة الحقيقية دون أن تخسر الجهة التي تنتج هذا العمل ولذلك نحن الآن جاهدين للشراكة في البيوت المحمية لدينا كمية ضخمة من البيوت المحمية تحت إشراف الأخ وزير الزراعة وهو جاهد لذلك الآن مجاهدون والأخ وزير الزراعة أيضا همس في أذني أنه ملتزم بالشراكة في مشروع المجذر الآلي للدواج ويمكن أن يشعه في هذه الجامعة إن شاء الله تعالى وهذا يعني أن هذه المشكلة يمكن أن تحل تماما وكذلك نحن ملتزمون بإيجاد عشر منافس في كل محلية ونبدأ بمحلية شرق النيل معتمدة الآن جاهز وهو الآن جاهز لعشر منافس لعشر منافس في هذه المحلية ويبدأ بإثنين الليلة وإنتم لو جاهزين لإثنين نحن معاكم للإثنين جاهزين للثمانية نحن جاهزين للثمانية دائرين خمستاشر نحن جاهزين للخمستاشر وبعددرح الشاش يمرش بكته ونحن في الميدان سوا منافسة لصالح هذا المجتمع إن شاء الله تعالى ولذلك نأمل أن ما تم الاتفاق عليه الآن يطور بإذن الله تعالى بإذن الله ليكون اتفاق شامل كامل يشمل كل الحاضنات التي فكرت فيها الجامعة والتي لم تفكر فيها بعد وكل الأعمال التي يمكن أن تحول في هذا الإطار لهذا الغرض هناك أيضا حاضنة أخرى يمكن أن نطورها بصورة جادة جدا وهي حاضنة الجلود نحن لدينا مركز التدريب المهني في كرالي هو متخصص في صناعة الجلود فيه من الإمكانات ما يفوق أنا أقول ما يفوق إمكانات الجامعة ونحن نستغله في تدريب الكوادر المختلفة في عمليات التدريب المهني وتدريب المهني طبعا مفتوح لكل الأعمار لكل المستويات التعليمية لكننا نستطيع نرغب أيضا في أن ننشئ شراكة بإذن الله تعالى مع الجامعة في الاستفادة القصوى من هذا المركز مركز التدريب المهني في كرالي وهو مستعد وجاهز بأجهزة ومعدات ويمكن كذلك أن نشارك الجامعة في كل مراكز التدريب المهني التي أنشأناها أخيرا في ولاة الخرطوم نحن عندنا خمسة مراكز حديثة أنشأناها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فيها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم من معدات التعليم والتدريس وأنا واثق أن المعدات التي فيها للتدريب والتعليم أحدث من أي جامعة في السودان أنا أقول ذلك وأنا مسؤول عن ذلك وأعتقد أنه يمكن كذلك للجامعة أن تعمل على الاستفادة من هذه الوحدات المختلفة إن شاء الله تعالى وكذلك هناك أعمال تقوم بها الجامعة ممثلة في الإبداعات التي تنتجها كلية الفنون الجميلة ونحن واثقون أن ذلك ممكن ونحن بنمشي في العالم كثير جدا في كل البيوتات التجارية بنلقى الناس ببيعوا حاجات نحن بنشتريها نجيبها في بلدنا وهي صناعة يدوية صانعين لها مبدعين في تلك البلاد نحن أحسن لا لوبنا ولا تمر الناس وأنا عارف هذا أحسن من اللالوب أن نحن نشوفناه الآن والهدية التي تسلمتها أنا سعيد جدا بها وسعيد بأنها يمكن أن تنافس كل الإبداعات في العالم إن شاء الله انطلاقا من تراثنا وتقاليدنا ومعرفتنا لهذا العمل ولذلك نحن نقول أن هذه أول حاضنة يمكن أن يمويل الدكتور عبد السمع وهو جاهز لتمويل المطلوب فيها كاملا بإذن الله معمل مواد لحد نهايته إن شاء الله وبعد ذلك نسعر تشيلوا حقكم تدون حقنا وأنا أعتقد ما في شراكة أحسن من كده هذه هي الشراكة التي يمكن بإذن الله أن تخلق ديمومة واستمرار إن شاء الله للمشاريع المختلفة ولذلك أنا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يطور هذا العمل ويمكن كذلك أن يجعل هذا العمل بإذن الله عمل خلاق ومستمر ونحن سعدنا جدا لأن الجامعة الآن سبقت الجهة المعلية بذلك وهي الحكومة ممثلة في ولاياتها ومعتمدياتها مختلفة سبقتها في هذا العمل وخلقت بحمد الله واقع يمكن أن يطور ليخلق بإذن الله واقع أفضل يستفيد منه المواطن زمان كانت الجامعة الناس يتحدثوا فيها عن قدرتها على تدريس طلابه وتخريجه ويتحدثوا عن قدرتها على العمل في مجال الأبحاث التي يمكن أن تسهم أو لا تسهم على زماننا أنا أقول أن معظم الأبحاث كانت مرتبطة بالسوبرفايدرز أو بالمشرفين على هذه الأبحاث وكثيرا ما تحل بعض الغضايا المرتبطة في أسهانهم وغيرا لا تكون مرتبطة باحتياجات المجتمع أو غيره الآن من الذي سمحته من الأخ المدير هذا يطمئني جدا أن الجامعة الآن تلعب دور مباشر عشان تشتغل في حلول لقضايا تشغل المجتمع والمجتمع ممثل في حكوماته ينبغي أن يستفيد من ذلك ولذلك نحن نعقد شراكة مع الجامعة خاصة في مجال إنتاج الحيوان والذرع وكل المجالات الأخرى المتخصصة فيها الجامعة عشان نحل بها مشاكل بتلاقينا في عملنا اليوم إن شاء الله تعالى ونعقد معها هذه الشراكة كذلك لنستوعب خريجيها في هذه الأعمال كلها عشان نقدر بإذن الله تعالى نحلح المشاكل للمجتمع في الحصول على سلع خاصة سلع باستخدامة يوميا تكون رخيصة إن شاء الله تعالى وجيدة وكذلك شراكة في كل المنتجات بما فيها الغناء والإبداع الذي رأيناه الآن يمكن أن نشترك في ذلك لنخرج إن شاء الله تعالى للمجتمع ما ينفع ويفيد إن شاء الله تعالى يعني عبد السميدة جاهز لدعم وإنتاج أعمال فنية أعمال مسرحية أعمال خذفية بتاع كله يعني ولذلك كل ذلك يمكن أن يتم إن شاء الله تعالى بهذه الشراكة ونأمل إن شاء الله تعالى ننطلق بها لقدام بإذن الله تعالى نحيي الشراكة التي بدأت بين الآخة دكتور عمار في محلية الشرق النين وبين إدارة الجامعة والتي شهدناها الآن ونأمل أن تتطور هذه الشراكة مع كل محليات الولاية ومع حكومة الولاية نحو الأفضل بإذن الله تعالى نحيي الآخة الكريم دكتور عوض الجاز رئيس مجلس هذه الجامعة ونقول له إن شاء الله تعالى إيدنا في إيدك مع إدارة الجامعة نخرج بها لقدام إن شاء الله تعالى نرضي رب السماء ثم نرضي إن شاء الله تعالى مجتمع هذه الولاية برك الله فيكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أخي الوهلي أرجو أن تكون شاهدا على توقيع اتفاقية بين اتحاد الشباب الوطني والجامعة السودان ممثل في مدينة الجامعة تفضل دكتور عوض الجاز غيس الجامعة ساذ عمار دكتور عمار دكتور مصطفى مدين مشاريع الشباب شكرا للمشاهدة شكرا لكم شكرا كثيرا دكتور عوض الجاز يا أخوان نقبل معنا فارغ الناس المتكلم هو الطلاب من الرجال والنساء الجماعة داي اللي التزموا الأساتذة والتزم الوالي وجماعته دارين نشهد الطلبة والطالبات هم أصحاب الانتاج جاهزين ولا ما جاهزين يا أخوان الإعلام جنبنا جاهزين ولا ما جاهزين لألفين وخمسطين جاهزين ولا ما جاهزين يا الله سلام عليكم سلام عليكم جدا جدا دم نعمل لك نحن دكتور عب السامي نعمل لك نحن جدا دم نقود نحن تسلام تسلام عب السامي شكرا فضلوا الضيافة الخيمة شرق هذه الخيمة شكرا جزيلا والعصر الذين آمنوا وعملوا الصلاحات وصوب الحق وصوب الصلاح هيا هيا أبدا لهم أن لا بسم الله نهي أبدا